السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر بث السهرة وفيه أفطفض معكم حول موضوع انتقال اللاعب كريستيانو رونالدو إلى السعودية سيلعب في نادي تقريبا النصر السعودي وطبعا لن أتحدث اليوم عن موضوع سفاهة من أتوا بهذا الشخص ودفعوا له المليارات أو الملايين لن أتحدث عن الأموال المهدرة في مثل هذه الصفقات التي ربما كانت تنفق في أشياء أفضل بكثير من هذا أو توضع في أشياء كإنشاء مستشفيات أو إنشاء مدارس إنشاء مؤسسات أي أن كان لن أتكلم تزويج آلاف الشباب والفتيات لن أتكلم في هذه القضية لأن أعرف أن بعض الناس لن يستوعبوا هذا الكلام ويقولون أنتم تريدون إفساد هذه الفرحة الرجل جاء ليسعد الجماهير ومش عارف إيه لن أفسد عليكم هذه الفرحة ولكن انتبهوا الآن تقدم هذه الشخصيات على أنها قدوات نعم وبعض الناس يقول لك والله يمكن يسلم أو كذا إقلاص لما عندما يسلم ساعتها أنا شخصيا أطلع أقول الحمد لله على إسلامه لكن وإذا لم يسلم سيبقى هكذا هو قدوة الشباب وتقدمونه على أن هذا الموضوع إلهام لجيل شغوف بالرياضة وأن هذه أهم خطوة فعلتها يعني هنا هنا واحد يقول لك إيش ثواني كده هذا وزير الرياضة نعم وهذا رئيس النادي هذا يقول لك الصفقة الأهم في تاريخ الرياضة السعودية إيش هذا الكلام الأموال هذه المهدرة وبعدين أقرأ في صحيفة صوت بيروت وصحف كثيرة عن القصر الذي سيعيش فيه كريستيانو رونالدو قصر وتلت فيلا الإضافية هذه إقامة رونالدو تخيلوا يا جماعة هذا الكلام كله فأنا بستغرب يعني أرقى حي في الرياض سيسكن في هذا الشخص وهذا الشخص الآن يقدم على أنه قدوة وأنه 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 أصبح هذا استبدلت القدوات أصبحنا في عالم غريب مريب تخيل قصر فيه تمن غرف وشلال ماء كبير ومناطق خضراء واسحة ومسبح أولمبي وثلت فيلا المجاورة إضافية إيش هذا جاي يعني هذا جاي يعني يعمل إيه في البلاد والله يا جماعة هذا أسخف خبر سمعته في حياتي ولن أجعل موضوع الحلقة هذا لا والله صدقا لم آتي لأتكلم عن السفاهة في إنفاق هذه الملايين والإهدار هذه الأموال في هذا الموضوع فقط تكلم عنها الكثير ناس كثيرة تكلمت عن إهدار الأموال ناس كثيرة تكلمت عن موضوعات أخرى لكن أنا النهاردة وأنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وأنا زي زي أي واحد يتابع تويتر وفيسبوك مواقع إخبارية ووكالات أنباء كل شوية أشوف خبر خبر رونالدو أو صديقة رونالدو كلمة صديقة رونالدو هذه تأتي في كل شوية تطلع لي في الشاشة فأنا حسيت بخطورة كبيرة جدا التصويق لفكرة الصديقة هذه في أكبر دولة إسلامية ما أحد يضحك علينا ويقول لنا إن شغل يا جماعة شئنا أم أبينا هذه البلد أهم بلد إسلامي السعودية هذه أرض الحرمين الشريفين ما نضحك على بعضهم نلف ونظور أنا ما الآن تعرفين كل المسلمين يعني يعرفون قدر السعودية هذه وبلد هذه البلاد بلد الحرمين إعلان مدفوع الأجر في أكبر دولة إسلامية للتطبيع بين الرجل والمرأة في إطار خارج الزواج هذا ما قاله أحد الأصدقاء على الفيسبوك في تعليق عندي صديقة عندي هذا إعلان ممول بمليارات أو بملايين للترويج لهذه الفكرة بين الشباب والفتيات لذلك أقول رسالة للأهالي في بلاد الحرمين يجب أن تبدأوا الآن في تعليم أبنائكم وبناتكم أن ما يفعله رونالدو مع هذه المرأة حرام تخيلوا الآن إحنا صرنا الآن نشرح للشباب والبنات إنه العلاقة بين رجل وامرأة أنا بس أعزك تتصور بنات وشباب يشوفوا رونالدو وصدقته هذه وعندهم أطفال منها كيف ستشوه؟ تعرفين أكثر من يتابعون هذا الشخص كلهم بنات صغار وشباب صغار أوعد فكروا أن هذا ليس له تأثير له تأثير هذا الشخص الآن يقدم قدوة ودفع فيه الملايين لا أقول ملايين أو مليارات ستنفق على هذا الشخص يقول 200 مليون مش عارفه في السنة ومعرفش ما عنديش معلومات لن أتكلم في هذه النقطة لكن التسويق لفكرة الصديقة هذه كل شوية صديقة 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 رونالدو رونالدو يحتفل هو وصديقته إيش هذا؟ وبعدين فهموني الآن أصبح الآن من حق رونالدو أن يأتي بمرأة تعالوا نتكلم بقى على الناس المساكين اللي بيسفر ويشتغلوا في السعودية يعني اللي رايح يشتغل في السعودية هو رونالدو لاعب كرة قدم رايح يشتغل في السعودية تعالوا نطبق عليه قوانين العمل السعودية قانون العمل السعودي أنت تسافر ما فيش حاجة ما تسافر أنت وزوجتك مع بعض يعني أنت بتسافر وزوجتك بتبعت لها استقدام وتأتي إلى المملكة يعني كمقيمة على إقامتك الآن هذه مش زوجة رونالدو هذه صديقة رونالدو لم يتزوج بعد خلفه كام طفل أو طفلة ولم يتزوج بعد إزاي دخلت إلى هذه البلاد وستعيش داخل هذه البلاد وتحت أي بند طبعا كل شيء يزال كل شيء يزال في هذه الحالة كل شيء هاينتهي وهذا كلام خطير كما قلت لكم يعني أنت طبعا الدفاتر دفاترهم ووراءهم وكلام ده كله لكن إيش النوع الفيزا اللي جاءت بها هذه المرأة فيزا الجرل فريند يا سالم الطويل يا مداخلة ياللي مشغولين ليل ونهار الشيخ الفلان اللي في السجن من ست سنين هل هو سروري ولا مش سروري هل لم تروا هذه الرجل يدخل الآن شاشات انتشار هذا المنكر الكبير ليس عليه كلمة واحدة ما يخرج سالم الطويل وجماعة الصلاطين دول يكلموا الناس عن هذا المنكر ويعلموا الناس أنه يا جماعة يجب أن تعلموا أبنائكم وبناتكم أن الذي يحدث الآن هذا حرام وهذا لا يجوز شرعا وأن تقديم مثل هذا الشخص سفاهة وأن اهدار هذه الأموال لا تجوز وأن الحاكم الذي ينفق هذه الأموال في هذه الأشياء هو سفيه يجب أن يؤخذ على ذي ما فيش حد كذا يطلع يقول كلمتون دول صعب لا أصلي فلان الفلان المسجون ترى والله أنا عندي أدلة أنه سروري يا رجل إذا كان فيهم شر هؤلاء المسهجين فقد انقطع شرهم وأصبحوا الآن في السجون ما عاد لهم صوت انكتموا حتى ممنوعين من الزيارة حتى ممنوعين من أي تصريحات لذلك هؤلاء الذين يحدثونكم عن طاعة هؤلاء السلاطين السفهاء والله هؤلاء أخبث الناس مهما تزيوا بشكل العلم والأشياء هذه كيف يحدث ذلك؟ طبعا أنا لن أتكلم عن الحكم الشرعي أن هذا الشخص الآن سيذهب إلى البلاد وينام مع هذه المرأة في بيت واحد ولا أحد يتعرض له وهي ليست زوجته يعني احنا عارفين الزيارة يقع في كل دول العالم حتى في السعودية من زمان حتى لما كانوا يطبقوا الحدود كاملة لكن أنت تكون عارف أن هذا الشخص ليس متزوج من هذه المرأة وتأتي به وتوفر له قصر وفلل وتقدمه قدوة أمام الناس ثم بعد ذلك تتغاضى تماما عن ما سيفعل مع هذه المرأة وهو تقولولي أن رونالدو خلاص بقى مخنث ما يستطيع ينام مع النسوان هي يعيش معها وهو أصلا هي زي أخته عيش معه بدون ما يعمل شيء معها مش هيلمسها احتراما للقوانين السعودية احتراما للقوانين السعودية لم يفعل معها شيئا هل هذا الكلام يليق؟ يعني كانت هذه الأشياء تحدث في الخفاء تأتي سائحة وسائح ويذهبوا إلى فندق وكل واحد ياخد غرفة جنب بعض ويقوا بالليل في غفلة من العمال ويدخلوا في غرفة مع بعض بيحصل في كل مكان لأنه في السعودية تشترط عقد الزواج لدخول في مكان مع بعض واحد ووحدة الآن الأمر تفتح شوية في بعض المناطق أصبحوا ما يشترطوا عقد الزواج طيب لكن أنتم تعلمون الآن أن هؤلاء سيفعلون الفاحشة والحكومة السعودية عندها قوانين الوضعية اللي هي استبدلوا الشريعة بقوانين وضعية وأنا أتيت لكم بقانون العقوبات الجديد القوانين الوضعية التي وضعها محمد بن سلمان الصفحة 51 لمن أراد التأكد أهو أجيب لكم ملف بي دي اف هنا يقول الفصل الثاني العلاقات الجنسية غير المشروعة المدة الخامسة والثمانون بعد المئة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها هذا القانون الوضعي حتى القانون الوضعي اللي طيروا الشريعة عشانه ما يطبقوه قانون الوضعي اللي هم قالوا لا يا كمها خلاص ما نجلد إيش الجلدة هذه عادة قديمة طرح يا جماعة نجلد واحد واحدة والأمور هذه الآن شكلنا بيكون وحش أمام الناس نحن نفسنا الحكام نفسهم يجيبوا النسوان يجيبوا البوي فريند والجرد الفريند في البلاد الآن القانون الوضعي هذا لم يطبقوه حتى الثلاث سنين كل من واقع أنثى برضاها على أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها الحدود المقررة شرعا طيب وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بين المحارم حرمة مؤبدة وتعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في هذه المادة بحسب الأحوال الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها يعني خلي بالك سواء قابلت الأنثى أم لم تقبل يعني هذا اللي يتكلم عن العلاقات الجنسية اللي هي بالطراضي ممنوعة بالقانون مش أنتم بتقولوا نطبق القانون نطبق الأشياء هذه أنتم جئتم بواحد وحطينه هو أنا مش قادر أعرض طبعا صورة صديقته والله كل شوية يجيني خبر صديقة رونالد ورونالد يخرج مع صديقته ومش عارف كذا إيش هذا حتى في الإعلام السعودي كيف كيف أنتم تقدموا هذا الشخص يعني احترموا نفسك شوية قولوا له اعقد عليها أو قولوا هذه زوجة رونالد اضحكوا علينا يعني انصبوا علينا قولوا للناس أنه هذه زوجته ومش صديقته خلوا الأمور تمشي مظبوط عشان حتى نقول أنه هذا الإنسان لما يفعل الحرام يتستر ويحاول يستر نفسه ماشي المشكلة أنكم تفشون هذا بين الناس وتنشرون هذا بين الناس وكأنه هذا شيء طبيعي عادي جدا وهذا لا يليقه هذا لا يجوز نفس الكلام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من واقع ذكرا برضاء الشواذ نفس الكلام المدة 87 بعد المئة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر بالغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هتك عرض إنسان برضاءها أو قبل ذلك على نفسه المدة الثامنة والثمانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام علاقة جنسية غير مشروعة ولم تنطبق عليه أي من الأوصاف الواردة في هذا الفصل حد انتبه للنقطة دي أنا والله شايف الناس أنا حتى بعض الإخوة هداهم الله اللي لم تابعهم من السعودية وينشروا فوائد إسلامية وإشياء من هذه رتو تقول لك الدون وصل إلى السعودية سنرى دوري مختلف تماما عن السابق وستخرج السعودية على قائمة دول العالم يش هذا الكلام الدول تتسابق على الطائرات على صناعة الأشياء المتطورة وإنتم تتسابقون على تفهات هيئة الترفيه أكبر مغني عاملين مهرجان الترفيه تركي آل الشيخ أني معه خلال الأشهر الماضية والله استضاف عدد لا يتصور ما حصل في التاريخ في أي دولة عدد مهول من المغنيين والمغنيات هيفاء وهبي وأليسة وأصالة وعمر دياب ومش عارف مين وحمد حمائي عدد ضخم جدا والأسبوع اللي فات كانوا جايبين حفل الختام النسوان بالقدام والرجالة وراء كل هذه الأعداد عمري ما شفتها مجتمع في مكان في العالم حتى في مصر اللي هي أم الخبائف أم هؤلاء المغنيين والمطربين والفاسقين والفاسقات لا ينجد أي عمري ما شفتوه المجتمعين مع بعض بهذا الشكل إلا في السعودية وكهن هذا الشخص ينتقم من أهل هذه البلاد وأنا أقول هؤلاء للأسف الشديد رغم أنهم أقلية ورغم أن غالبية الشعب لا يقبل بهذا الشيء لكن ممنوع أحد ينتقد هيئة الترفيه عارفين الشيخ المقبل لما انتقد هيئة الترفيه راح السجن ممنوع ما في شيخ أنا أقول أتحدى شيخ من داخل السعودية الآن يخرج ويقول ما تفعله هيئة الترفيه هذا حرام وهذا لا يجوز والله أدخن شيخ في السعودية ما يقدر إذا بقي ليلة واحدة بعدها ولم يعتقل أنا أكون كذب في السعودية أتكلم شيخ مشهور ممنوع على فكرة هو ممكن يتكلم في أي شيء بس ما منوع يتكلم في هذه المسألة الآن أتكلم في هذا الوقت الحالي جريمة فإيش هذا الكلام اللي بيحصل والله أنا بصراحة أنا مستغرب إنه هذا الأمر يمر هكذا وأنا هدفي من هذا الفيديو إنه الناس تنتبه على أطفالها وأولادها وبنتها وتعلمهم إنه هذا الشخص هذا كافر أول شيء لا يجوز التعلق به الولاء والبرائة معه أصل بلعف نادي النصر السعودي وهذا نادي السعودي اتقوا الله في أطفالكم هل هذه هي الأشياء التي الآن يراد أن تكون إلهاء الناس فيها نعارف إنه في بعض الكرة هذا من اللهو المباح إذا لم يكن فيها محرمات وإذا لم تكن مقامرة وكذا وكذا المشكلة الآن إنه هذه الأشياء تقدم للناس وتمرر فيها أجندات خطيرة جدا زي هذه الصديقة هذه الآن زي ما قلت كما قال أحد الأصدقاء والله أعلى إعلان مدفوع الأجر في أكبر دولة إسلامية للتطبيع بين الرجل والمرأة في إطار خارج الزواج يعني إحنا الآن لو حبينا أي دولة غربية كافرة تريد أن تروج لهذا الأمر في بلادنا تحتاج إلى مجهودات وأفلام ومسلسلات لا هذه الواقعة خلاص من هذه يا جماعة صديقة رونالدو من الأطفال أطفال من صديقت الله ينفع واحد يكون آه صديقته عادي إيه المشكلة هذا ببساطة شديد آه والله يجي لك زي ما قلت لك يجي لك واحد يقول لك والله هذا ممكن يسلم إذا أسلم يعني نتمنى أن يسلم أنا سأفرح أول واحد سيفرح لكن إلى أن يسلم هذا الكلام لا يليق أبدا وإذا بليتم فاستتروا من أفروض اللي هم كانوا يحاولوا يغطوا هذا الأمر يعني أنا لا أقول أنا مالي علاقة لا أتدخل في قرارات أحد لكن هذه سفاها عموما يعني لكن كان المفروض يكون فيه نوع من أنواع المواربة أو شيء من هذا لكن أنتم الآن يعني أنت عارفين عاملين زي الواحد الشباب مش لا يشقة وبتطلع له لسانك قصره ثلاث فيلال إضافية ليش جاي يلعب كورة أوه أقلى لاعب في العالم نعم إذا هذا لاعب كسر أرقام قياسية أنت مين يا عم أنت مش فاهم شيء والله أنا مش فاهم شيء فعلا أنا لا أؤمن بهذه التفاهات لو معي هذا المبلغ لن أنفقه على هذا الأمر الفقراء والمساكين أعمل أبني مستشفيات أبني مساجد أبني مجمعات خيرية أزوج به أي شيء إلا هذا الأمر إلا الكورة وإلا الكلام الفاضي هذا والله الشيء يحرق القلب يعني شيء غريب جدا سبحان الله بس يعني أنا والله مش عارف هل في حد عنده مشاركات في هذا الموضوع بدي أفتح البث بس والله يشوفوا يا جماعة هذا الكلام آه صحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح البخاري سأقرأ عليكم هذا الحديث ومن أراد الاتصال يعني مرحبا به الحديث يعني يتكلم عن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه راحوا أسامة بن زيد لأنه له يعني له يعني محبة عند النبي صلى الله عليه وسلم وله كلمة فذهبوا إليه يطلبون منه أن يتشفع لهم فيها قال عروة فلما كلمه أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت سبحان الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع مثل هذه الأمور الآن نرى وعلى فكرة من زمان في السعودية فعلا يطبقون هذا الأمر هذا الذي سيؤدي إلى الهلاك شئتم أم أبيتم والله أنا لا أريد أن أخوف الناس لكن أشعر أن هذا الشئ سيتسبب في كثير من الكوارث أكثرية الحوادث الآن لا يطبق فيها شر الله سبحانه وتعالى إذا كان أمير أو شخصية مرموقة لا يطبق عليه الحد لو واحد منسكين من بنجلديش ولا من هنا ولا من الهند ولا من مصر لا تعال يا حبيبي طعوا أديه اعملوا كذا وبهدلوا وهذا حق لكن سبحان الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون سببا في هلاك الأمم نسأل الله العفو والعافية وهم الآن يفعلون هذا الشخص العادي يسافر السعودية ويعمل إقامة ومقيم ولا القانون عندهم بيلعبوا فيه بيلعبوا في القانون كل شيء ما يحتاجوا إلى قانون أصلا الآن هذا يدخل بالطائرة حتى ما يحتاج يختم البسبور طب هذه المرأة إيش صفتها زوجة مقيم نعمل لها إقامة لا مش زوجة مقيم صديقته يعمل لها إقامة يعني شو هذا طيب أنا أخذ اتصالات مع اعتصال أول اتصال معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك عماد الدين دا حدوح أهلا أخي عماد أستاذي كلامك الصحيح 100% أنا أريد أن أعقب على هذا الموضوع الذي ذكرت أنا منذ يومين فعلا ظهر لي صديقة رونادو كيف تعرف إليها وأنها فقيرة جدا وأنه يعني متواضع ثم ذهب إليها ثم يتكلمون قصة كيف أنجب منها أولاد ثم في النهاية صور مزار هذا والله لسه أفتح الفيسبوك وانتر تتكلم في الموبايل ظهر للصور والخبر قدامي تاني صديقة رونادو وأنه متواضع يظيرون بأن هذا الإنسان عظيم جدا انظر كأنه إنسان يعني رضي بفتاة فقيرة جدا وبأنه إنسان عظيم يعني يحاولون أن يسوقوا لأن هذا الرجل إنسان عظيم أكبر إهانة لهذه المرأة أنه لا يتزوجها يعني معقول بعدما أنجب منها كلها لو كان يحبها حقا لا تزوجها لأن الزواج معروف مهما كانت المرأة يعني عيشة مع واحد كذا ولا كذا في الغرب عموما يعني موضوع عدم زواجها هذا احتقار لها أو عدم ثقة هذه لا تحمل لقبي بالتأكيد ولكن هم ماذا يقولون نحن لا نتزوج من أجل القانون الغربي عندما يصبح هناك طلاق يقسم الأموال فأنا مثلا كمليونير هذه كيف أقسم بيني وبينها المال لذلك لا أتزوجها هكذا هي الحجة السقيفة الآن ما هو السبب أستاذي هناك خطط ممنهجة لتمييع الشباب في بلاد الحرمين هناك خطط ممنهجة لتجهيل الشعب ونشر الفساد ونشر الفسوخ الآن ابتدأ ابن سلمان بتقتيل العلماء وسجنهم وتغييبهم ومحاكمتهم بدون أي وجه حق يقول تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة أستاذي في حال غياب القدوة الصالحة ماذا ومن سيحل محلها سيحل محلها القدوة الفاسدة أستاذي أنا أشت في السعودية أربع سنوات من عام 2004-2008 أستاذي كان خيار الناس في السعودية هم المشايخ والعلماء وكان لهم صولة وجولة وكنا أنا كنت مدرس كان يأتي الدعاة ويجلسون وعندما يأتي مثلا صغار الدعاة كانوا يدخلون المدارس يحدث ذلك وحدث حققها الله تركيا الشيء. نانسي عجرام تستقبل الذي زوجها قتل شاب سوري بدم بالد بأكثر من خمسين وعشرين رصاصة تستقبل ولا يحاكم في لبنان لم يحاكم هذا الرجل واشتروا المحامين واشتروا القضاء واشتروا كل شيء يعني هؤلاء عصابة من المخدرات نانسي عجرام وزوجها يعني الآن ما هي الخطة صهيونية الخطة هي تقديم هؤلاء كقدوات وتغييب الصالحين والمصلحين وهذا يعجل بالهلاك نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية الله ينجي الصالحين اذا انا اريد ان انهي بقول صغير ان ابن سلمان اليوم يعني فقد شرأيته بسبب تقتيل العلماء بسبب بسيط لو نقشنا تقتيل العلماء الحديث الصحيح يقول العلماء ورثة الانبياء يعني الآن يقول هذا سالم الطويل عليه لعائن الله عز وجل ماذا يقول لا انا بسرعة كلامي امامه انا العنو واذا لم يستحق اللعنان فلتحل اللعن عليه ولكن انا عارف ما اقول هل تعلم خطورة هؤلاء الناس ما هي كما ذكرت هؤلاء اصبحوا وزراء مجندين مزراء مجندون بالخفية لصالح هؤلاء الطغات اصبحوا وزراء هؤلاء يجندون بالخفية استاذ هذا الكلام اصبحوا واضحة للعياء وان لم يكنوا عليه دليل الآن رد عليك في فيديو الأخير سمعته يقول ما هو دليلك يا مصطفى الشرقاوي في آخر فيديو رد عليك الآن منذ ساعتين يقول ما هو دليل انني مخابرات هذا لا يحتاج إلى دليل أقول لك على أكبر دليل أكبر دليل أن المداخل والجامية هم عملاء للمخابرات ايش تعرف ايش دليل بص يا سيدي في حدث الثورة السورية كل الشيوخ السعودية والكويت والدول كلها كانوا يدعمون الثورة السورية ويدعمون بالأموال حتى سالم الطويل هل تعلم ان سالم الطويل ان عندي له تزيلات صوتية يجمع فيها التبرعات لكتائب في سوريا عندي هذا لسه مفاجئ انا مخبهاله موجود عندي واعيدكم بنشري كل الشيوخ كانوا يفعلون ذلك منهم الطريفي ومنهم المنجد ومنهم منهم وسلمان كل كله وسلمان العودة والعريفي وكذا لما الحكومة السعودية انقلبت على أعقابها وقررت أن تسحب دعمها من الثورة السورية وتنكل كمان بالشيوخ لماذا اعتقلت هؤلاء ولم تعتقل هؤلاء الشيوخ المداخل والجامية قل لي انت ايش السبب لأن هذا الشيخ هو معرفين أنه مستقل كان يفعل ذلك نصرة للحق وأن هذا كان يعمل ذلك لأنه موظف عند الحكومات والمخابرات فهو مش هيعتقلوه معينه نفس المتورد يعني لماذا الآن الدليل لماذا الآن ينكش هذا الموضوع لماذا الآن يتكلم عن المنجد الذي هو في السجن منذ ست سنوات لماذا؟ هذا أكبر دليل هو طبعا تمهيد الأمر للحكمة بأحكام قاسية هذا ما قلته ولذلك سيكون في رقبة سالم الطويل أي حكمة أو أي شيء أو أي إعدام أو قتل أو شيء من هذا تماما يقول الشعر وليس المتنبي وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل جزاك الله خير جزاك الله خير شكرا لك أستاذي نأخذ اتصالات أعدد لك على المقاطع عشان عندي اتصالات كثيرة وأختم لأننا عاوز أكمل ساعة كثيرة حياك الله خير على مشاركاتك الجميلة شكرا لك حياك الله مع أستاذ مع شكرا معنا اتصال آخر السلام عليكم أخي مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالله عليك سامحني مرة انتصرت يعني قبل الليلة انتصرت أنت بتصل يا عم في أي وقت يا عم تفضل عندك مشاركة في الموضوع موضوع محدد يعني عارف تماما أنه محدد بهذا التجارة قبل الليلة انتكلمت على الاحتباس أولا أولا خلينا نعترف بشيء واحد وهذه السعودية التي نتكلم عليها ما هي إلا ولاية أمريكية ولاية أمريكية وإحنا أجانب المسلمين أجانب وليحكمهم أمريكان بلباس عربي هذا واقع يعني شوف أخي احنا نقل لك أنا من الأحواص أول واحد اللي تأمر ويل بريطانيين لسقوط الأحواص هو عبدالعزيز اللي نقلل عبدالإنجليز تأمر ويل بريطاني لسقوط الشيخة زعر في 1925 وهذه أول وثانيا هذا الأخ اللي يتكلم عن قناة الشؤون الإسلامية الطاويل مش اسمه اللي قال تبثل من ايه ما عرف اسمه اللي يتكلم على اللي قال بأن مشرد مشرد قال يعني مشرد تخيل هو اللي يتكلم عن بريطاني هم بريطاني مؤسيادهم من أساس السعودية غير البريطانيين من اللي حارب من الحارب ربع من طاعة الله غير البريطانيين هو يعني عبدالإنجليز هو عبدالعزيز المهم تكلمت على قبل لتين أو ثلاث تكلمت على الاحتباس الحراري وشين هو حيصير شنو الغرب شي يفكر الآن يفكر بأن أولا ليش قل له محمد بن سلمان ولي عهد بدلا من أخوت شبير عدد أخو أكبر معدل إشغال محمد بن سلمان لين يعرفون هذا المحتو هو من يستطيع أن ينفذ ما يقولونه واصلا تبرعدهم وحول تغيير الحجاز مروج وأنهارا بعدما كان الصحاري هذا هو نتيجة الاحتباس الحراري اللي غرب جعل يكبره يخافون أن الشرق يصير مروج وأنهار وهم يستطيعون صحاري أو تغرق بلادهم بسبب مشاكل اللي يسوها يعني بسبب المصانع والصناعة العسكرية والأمور هذه نعم في الغرب أحول هذا إما هذا الفجور الذي يشوفون الآن الرقص والعارات والملاهي وهذا يبيني هذا العجز اللاعب التهب والله حتى ما عرف اسمه شنه ثوه صاحبته هذا الفجور ما هو يا أخي إلا غيض عن فيض لأمر كبير لا يعلمه إلا الله وهو شنه مثلا أول ما جاء محمد يعني صار ملك وهذا سلمان بن عبد العزيز خذالة محمية من وسط السعودي إلى الأنبار العراق خذالة محمية كام لما حد يدخلها إطلاقا يقوله المحمية مالة ملك سلمان شنه هذا عدت من بعد ما يموت أو أثناء حياته إلا ما يرح يسلمها تتعرفين لما يرح يسلمها يسمها للغربيين وجاعد يبنهم بها بيوت لهم بالمستقبل يعني المستقبل هذا الغرب على أساس سغرق أو يرسي الصحاري راح يتجرون يعني يعني النظرية بعيدة شوية لكن عموما يعني عشان بس ما نخش في الأمور يعني موضوعنا محدد خلينا بس عشان نبلاع لك عشان ما نطلعش موضوع الحلقة يعني هذا الكلام كل توقعات ولا أستطيع أن تبنى عموما لكن الشاهد أن الفساد ينتشر وهناك فعلا يعني محاولة لإفساد هذه البلاد وفعلا أصبح الآن هناك مناطق يسكنها الكفار ويدخلون بأريحية وكلام هذا لكن يعني هذه النقطة بعيدة شوية جزاك الله خيرا نعم وصلت الفكرة بس تجربة فلسطين اللي جراها على فلسطين وتجربة الحواسر سيقوم بسعوديهم يبون برسلين نعم يأتي الأوروبين وبعد ذلك يحتلوا البلد لكن لن يستطيعوا إن شاء الله بإذن الله يعني أنا دائما رغم الفساد ورغم الأشياء هذه أخي دائما نضع يعني إن شاء الله ربما هناك بارقة أمل من هنا أو هناك لأن هذا الأمر له ما بعده يعني كثرة الفساد هذا هو نهاية هؤلاء أنا بعتبر أنه هذا هو يعني هذا نهاية هؤلاء وليس يعني دليلا على أنهم سيستمرون نعم أمر الله حصل إن شاء الله شكرا لك موضوع الحلقة واضح يا جماعة معنى اتصال معنى اتصال آخر طيب ما في صوت نأخذ اتصال معنى اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحلق أخ مصطفى الحمد لله أنا حبيت أعلق يعني حابب أنصح الأخوة يعني في هذا الوقت بالذات والله هذا الوقت لأنه مشكلة مشكلة أنا اللي يشوف لك مثل رونالدو مدري إيش هو ساكن هناك أنا مثل ما قلت أنه ترويج للزنا أنا إيش بيسوه هناك الناس إيش بيقوله لو واحد معه صديقته ومتسكه يقول لهم رونالدو مع الأيام خلاص بيقوله شفت بقى الفطور نعم هذا تمهيد لأن يصبح هذا الأمر عادي يعني والناس طبعا يعني عادي ومشوغد بلها وكمان هذا يوغر قلوب المسلمين البقية اللي حابب يروح يعيش مش قادر معنا عنه بسبب أوراق بسبب شيء بسبب شيء تافية استخدام الزوجة هذا أمر صعب ومحتاج إجراءات كثيرة وكذا أخ مصطفى مثلا أنا أنا لش زعلان أنا قابلتني الجامعة في المدينة منورة وكل أوراقي تمام وكل شيء لكن كذا مثلا رحت الأسفر وليس حاببني أسافر اللي هنا مش حابب يوقع لي على الورقة ولا عندي أي شيء عندي كل الأوراق وكل شيء والمدينة قدمت لي أكثر من مرة ورقة طيب لش تسمحوا للكافر يجيب سهولة عشان أي شيء يعني أنتم تقولوا فلوس جزاك الله خير يا أخير شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا أنا شفت الخبر يومين هذا يعني يوم اللي فات عن المبلغ للدفع والله هذا تبدير هذا إسراف هذا اسمه في الشرع اسمه سفاهة يعني هذا اسمه سفاهة والكارثة العظمى أنه يتمنى يسلم يعني عنه ما يسلم هذا الفلوس الناس كثير تعبانة ماديا بالغلاء في كل الدولة العربية بتموت بالجوع الغلاء 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 الناس ما قدر توفر أكل أنا مش مسؤول عنهم أنا ما لديهم يعني لا مسؤول مسؤول بما أنك عندك مداخل يعني أنا بقول أنه هو عنده مداخل الحج ومداخل العمرة وكلها وهذا تبدير زكاة فينها الزكاة تعطيها لواحد جايب وحدة ما حابب يقسم معها تروت وخايف لا تاخد نصها وعيش معها في الحرام تشجع على الزنا وتداهن مع الزنا وتطبع مع الزنا وكذلك أنه أنه تحطه كسنم يكفينا المصيبة أنا بالنسبة لي خسارة الفلوس والأمور هذه ليست عندي هي سفاة أكبر أخطر نقطة تقديم هذا الشخص بهذا الأسلوب مع صديقة ومش عارف إيه أمام الشباب والأمر هذا خطير على فكرة هذا تأثيره في العقل الباطن للشباب والفتيات ما بينسوا هذه لماذا أصلا خطير أن الشباب يشاهدوا الأنمي والأفلام والمسلسلات والأمور هذه لأن الأفلام هذه أنا قبل ما أتكلم معك ومع الوقت النسبة التي تعتبرها عليها أنا قبل ما أتكلم معك كنت أسمع لحلقات في التاريخ الإسلامي للدكتور راغب السرجاني وعلى فترة للهجوم التطار على العراق وعلى بغداد وكيف كانت الدولة العباسية كانت فيه انحضار وكانت المغنيات وكيف يعني أذلوهم ودبحوهم دبح هم يجربون المجرب ولما أدعت أشوف ولما أشوف لما أشوف أنه هذا تقيس هذا على هذا أنت تشوف تشوف ما يكيدون لنا يعني إحنا وعدوا لهم ما استطعتهم إحنا ما في إعداد نعم قاعد يجيب مشاكل أكتر ويجيب هم أكبر نعم أنه شبابنا لازم يتوعى لازم يعرف صحيح أنه فيه هجوم على الفترة فيه هجوم على الدين أنت جايب له مثال سيء وحطه قدام عينه وانت بتفتخر بشو على خيرتك يعني صراحة أنا شيء مخزيت من الموقع نعم وأنا زيك شيء مخزيت وشيء قدر أنا أنا خلاص كنت لسا خلاص بث من ساعتين وما كان في بالي أبدا أبدا أن أتكلم في هذا الموضوع لكن صراحة لما من كثرة الأخبار ومن كثرة البخير أنا لما شفت صراحة لما شفت لأنه الموضوع صار يعني تجاوز الحدود نعم يعني أنت ما لاقي فلوس ما لاقي فلوس جايب واحد مثال ويكملوا بهذا هذا اللي محر والدعاء في السجون والدعاء والعلماء في السجون إن لله وإن أليه رجعون والله هذا نذير شكم على هذه البلاد شكرا أنك أخونا صراحة أنا صراحة لما سمعت هذا الخبر كنت أسمع لقصة التاتار لما دخلوا بالتقاصيل لما دخلوا لبغداد وأنصح كل واحد يسمعها ويعمل إسقاط إذا إحنا ما فقنا لحالنا رح يصير لنا مثل ما صار لبغداد أصلاً سؤال أختي لما يكون شباب المسلمين عقولهم في التفاهات والكورة والأمور الجنسية والصديق والصديقة والمفلام والمستسلات والأغاني لو جاءت أي جيوش تافهة يعني بسيطة جداً إلى بلادنا ما الذي يكون النتيجة؟ يحتلوا بلادنا بدون جيوش فهنا في دلوقتي الهم الآن لا هم اسمع يا أخي دخلوا المخدرات حتى يسهل يبيع نفسه يبيع جسده يبيع أمه وأبوه المدمن يبيع أمه وأبوه فما بالك أنه واحد ما عندهش هوية ما عندهش ارتباط هذا خلص يبيعوا البلد البلد مفتوحة نسأل الله أفعل فيك شكراً لك يا أختي آمين يا رب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إحنا مكملين ساعة يا جماعة يعني ناخد مشاركات لمدة ساعة ثم بعد ذلك نختم لأنه أنا بصراحة رأسي ودعاتي مع اتصال مع اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك يا شيخ مصطفى أهلاً وسهلاً أنا والله من فترة كنت عايز أكلم حضرتك بس يعني خير يعني جينا في موضوع تافع جداً 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 موضوع خطير مش تافع يا أخي يعني هذا موضوع خطير جداً جداً أخطر مما تتصور لا ما أنا أمود للخطورته بس بقول بالنسبة للمواضيع الخطيرة يعني إنه هو أتفه واحد فيه نعم طيب إيش تعليقك أو إيش أبداً لك عشان أنا تعليقك بساطة كده لما بس مع الشيوخ وكتير جداً يعني هما بيتكلموا دايماً عن الكرة إنها حتة جلدة منفوخة بتتلعب ما بين 12 و 22 شنب بيطلعوا يجروا وراها أنا حاسس إن هما لما بيتكلموا عن الكرة ده بيحسوا كأنها له أو لعب ممكن يبقى مباح وممكن يبقى حرام مع إن الكرة في أصلها مش كده الكرة عند المشجعين عقيدة بيمشوا ورا ناديهم في كل حتة ويشجعوا بفريقهم في كل حتة ويوالوا ويعادوا عليه عندهم مثلاً أي نادي مشهور بينعقد عليه الولاء والبراء لهذه الدرجة؟ مش كده أن المشيح مشهور طبعاً يعني هذا مختص فقط بالألتراس والأمور هذه نعم دول الجماعة دول متعصمين لكن هناك ناس مثلاً عادية يعني فقط يعني يشاهدون من باب تضيع الوقت وطبعاً هذا غلط لكن أقصد يعني مش كل الناس بهذا الشكل أنا لا أشجع على ذلك لكن أقصد مش كل الناس يعني بنفس الفكرة هذه يعني هو مش كل الناس بس معظم معظم مشاهدين كرة القدم بيتعصبوا بدرجة من الدرجات فممكن الواحد بيعنده تعصب خفيف وبيزيد التعصب كل ما ترتبط بالفريق اللي بيشجعه أو النادي اللي بيشجعه أو حتى الدولة اللي بيشجعها نعم وحتى أحياناً يوالي ويعادي من أجل كافر زي رونالدو أو ميسي أنا شفت واحد أثناء المباراة اللي كانت بين فرنسا وبين والله مش فاكر اسمه الأرجنتين أنا والله جماعنا أتخضيت أتخضيت ناس توالي هذا يقول إن شاء الله ميسي هو الذي سيربح والتاني يقول لك والله إن شاء الله مبابي هذا هو الكنج العالم إيش هذا ويشتموا بعض ويقولوا هذا أنت ما تفهمش حاجة يعني بصراحة نعم نعم ربما فعلاً الموضوع طبعاً في خطورة ما احنا قلنا لذلك الآن واجب التعليم واجب التنبيه وجزاك الله خيراً ومشايخ المبسوخ يوجد مشايخ تكلموا برضو يوجد مشايخ تكلموا في موضوع الولاء والبراء هذا يعني بشكل أو بآخر موجود لكن بعضهم لا يفهم كثيراً في الكرة برضو يعني سامحوا يعني أنا ممكن أن أكون مش متابع الكرة فممم عنديش خبرة بالتفاصيل يعني جزاك الله خيراً نعم شكراً لك أخي الكريم أنا بس يعني مبسوط جداً أنا سمعت صوتها وكان نفسي من زمن أكلمك وأنا باستغرب وليه ما فيش مصريين بيكلموا حضرتك عشان الواتساب عندنا ممنوع يا حبيبنا عشان الواتساب ممنوع لازم تشغل فيه بإن وأحياناً بيشتغل مع بعض الشبكات أو الواي فاي بإمكانك شكلة كده أمورك مرتاحة وعندك إنترنت سريع أستغرب حقاً لك مصري ويتكلم دايما في الشأن مصري بس المصريين ولأ يليك جداً لا مش عاوزين نحن نحولها القناة مصرية هي قناة لكل المسلمين إن شاء الله بارك الله أخي أنت على البث المباشر صح؟ أيو على البث المباشر ما فينا نطلع على البث المباشر ولا هذا؟ أنت على البث المباشر إفل التلفاز بسمعني من التلفون وكمل معايا بسرعة أفل الخط والله أفل الخط هي هذه المشكلة لأسف الشديد بتاعتنا بسمعك مع اتصال؟ مع اتصال؟ للأسف الشديد معنا اتصال آخر؟ طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا أخي سبحان الله العظيم أنا أريد أن أعلق فقط عن الوضع الحالي الذي نعيشه كمسلمين يعني سبحان الله العظيم حسين كأننا سبحان الله نعيش فوق بركان يغلي بشدة ونحس أن الدول العربية الإسلامية كلها سبحان الله العظيم يعني مستعمرة بس بسلاح خفير نعم طيب موضوع الحلقة هو موضوع انتقال رونالدو إلى السعودية وتقديم قضية صديقته على هذا إنه شيء طبيعي وكذا فمش عاوز أخرج عن هذا الموضوع لأنه لو تكلمنا في أحوال الدول العربية ومشاكل الدول العربية أو الأوروبية يعني هذا مش للعرب ولا للغرب هذا موضوع محدد الفكرة يعني نعم نعم هذه يا سيدي هذه سياستهم معنا هم دائما عندما يريدوا أن يقدموا نموذج وسخ للمسلمين ولشباب المسلمين دائما يقدمونه يحسنوا إلباسه يعني ما يجوا يعني الآن الآن غرضهم طبعا هو أنه كما نشاهد الآن حاليا هذه الحملة بأنه بدأت الزواج في مساكنة فهم الآن يقدموا هذا النموذج اللي غالب الشباب العربي يشوف أنه رونالدو هذا هو يعني بطل عالمي فهم أكيد لما أحضروا هذا الرجل وخليلته التي كما قادت الأخت بخذ عليها حتى بالزواج الشرعي حتى يحتفظ بثروته يعني أنت تعتقد أنه سبب عدم زواج رونالدو من هذه البنت هو أنه خايف لا تأخذ نص ثروته هذا هو أنا ما أعرف والله هذه أقول لك من رحمة الإسلام سبحان الله العظيم أن الرجل والمرأة عندنا عندما يتزوجون سبحان الله تكون نيتهم نقية صفية صح؟ حتى ولو تغيرت عندنا القيام اليوم خلاص كل واحد يروح لحاله لكن أقصد لو حصل بينهم شيء كل واحد يروح لحاله نعم ولا بس هو لما يتزوج في الغرب يعيش نكد نفسي وسبحان الله تخوف يعني حتى يعني رغما عن إرادته لأن المرأة يتطلق معها تأخذ له نصف طروته فسبحان الله العظيم رب العاشر العظيم تخيل أنه هو الزواج اللي لازم يكون ود ورحمة بالنسبة لهم هذا الزواج يصبح شيء مخيف ذهنيا لحاضرهم ومستقبلهم فبالتالي شهو الحل عنده هو أصلا يدفع لها سنويا مبلغ مالي ضخم جدا لأنها تعيش معه يعني كل شهر وتأخذ هذه المرأة كم من الملايين يدفعه لها شهريا وهي تسكن معه وقد أجبت له أطفال فتخيل هذه القدوة الآن التي نقدمها للشباب العربي للشباب المسلم يعني صحيح أنا لن أنكر أنه سبحان الله العظيم في كل البلاد العربية عندنا في القرى خاصة ما زالنا نحتفظ بقيامنا وأخلاقنا ما زالت هذه الأم اللي سبحان الله العظيم الأولاد يعني ما زالت تحتفظ على ترابط الأسرة سرنا نشوف نماذج يعني سبحان الله جميلة بس في نفسه الآن سرنا نشوف هذا الانهيار الحقيقي اللي ساير لبنيتنا ولتربيتنا ولشبابنا وللأسرة وكل شيء نحن ننبه على هذه الأمور من أجل أيضا أن الأهالي ينتبهون وإن شاء الله كل هذه الأشياء ستفشل يعني إن شاء الله هذه كلها محاولات لكن نحن نتصدى لها وعندما نبرز هذه الأشياء أنا متأكد أن كثير من الأهالي سوف يتحدثون مع أبنائهم وبناتهم الذين ينبهرون بمثل هذا الشخص ويقولون له اتق الله هذا انتبه وهذا حرام في الإسلام وأنه هذا عايش معها بالحرام وأنه اللي يعملو هؤلاء الحكام غلط وعيب وحرام هكذا باقتصار جزاكم بخير فقط شيء واحد أخي مصطفى هذا الاستحضار هذا الرجل إلى السعودية اسمع بالنسبة للحاكم الآن شفت هذه الدمية التي نحركها بالحبال نحن نعرف اليوم أن العالم العربي فيه منظمات ضخمة بأسماء يعني خلينا ما نذكرها ونعرف أن الماسونية عندها سبحان الله العظيم سلطة عظيمة وشفنا كيف أنه في كورونا أغلق العالم من أغلقهم مرة واحدة من اللي نشر الوباء مرة واحدة نحن نعرف أن اللي أحضر رونالدو وراه مخطط يعني وراه والله اللي أحضروا استفاهة تعيتهم لا 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 أنا ما أحد أجبر هم اللي أحضروا هم اللي دفعوا في الفلوس ستسيبك من المخططات والمؤامرات هو أصلا أحضروا وهم غرضهم حتى لو إيش يعني حتى لو يعمل اللي يعملوا خلينا نكون واضحين لأن خلاص الموضوع يعني مش محتاج إلى مؤامرة هم المؤامرة هم متأمرين على أنفسهم يعني جزاكم الله خيرا شكرا لك أختي الكريم سبحان الله الحمد لله شكرا لك جزاك الله خيرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك محمد من بلجيكا أهلا يا محمد كيفك كيف الحال الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا على القناة وجزاك الله خيرا على كل المواضيع طيب تفضل واليوم أنا أبدأ أدخل بمشاركة عشان هذا الموضوع رونالدو يعني في أوروبا أنا ببلجيكا يعني هذه المسألة هذه تبعات تروق هذه مسألة عادية عندهم في أوروبا هنا النصارى والكفار عندهم مسألة يفكرون يعني عادي يعني مسألة الزواج يعني عندهم عادي طيب ما يتزوج تمام 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 مصلة الفكرة أيوة نعم يعني احنا على مسألة كبيرة نحن نستغرب نقول يعني ليش يعني يعمل هيك معها بس هنا يعني النصارى هيك عايشين طيب لكن المشكلة عندنا احنا الحكام احنا بلدنا الإسلامية احنا المسلمين يعني دائما نشوف ان النصارى هما قدوا إلنا ونجلب كيف نجلب اللاعبين والرموز والمغنيين وهيك فهم علي طيب هذا هو الخطورة اللي هم نكلم هذا سبب هذا الخطورة طيب هذا هي المشكلة انا دائما افكر اقول شوف هذا مثلا بين سبور لما كنا نتفرج على الكورة هيك بالمونديال وهيك كان دائما يجيبوا لاعبين يعني قادمين يعني معروفين يعني من ايطاليا من اسبانيا زي تشافي مثلا هو مدرب كان في قطر يعني بعدين رجع لبرسلون دائما هم يشوفوا اللاعبين في أوروبا قدوة نعم يقدموا ونا واستغرب اقول ليش يعني في لاعبين في رموز وليش ما يجيبوا المسؤولية على الاهالي جزاك الله خيرا شكرا لك على المداخلة المسؤولية الآن تقع على عاطق الاهالي شكرا لك اخ الكريم مبارك الله فيكم شكرا لك بارك الله فيكم شكرا كثيرا شكرا لك هذه النقطة بخبر موضوع الانتقال وبخبر موضوع الاموال وبخبر كل هذه الامور كل هذه الامور أنا شخصيا عادي السفهات عملوا سفهات كثيرة جدا وارتكبوا موبقات أكبر من ذلك لكن الشق القانوني حتى القانون الوضع الذي وضعوه لا يطبقوه يعني مش بس نحو الشريعة بل نحو حتى القانون مع اتصال ألو السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله أهلا وسهلا بالأستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين تفضل أفك حتى أدخل في الموضوع مباشرة بالنسبة لهذه الظاهرة التي كثرت في الآمنة الأخيرة وهو التعلق بهؤلاء الفجرة الفسقة الذين ليس لهم دين ولا مرؤة والعجيب يا أستاذ مصطفى أن تأثير خطير على الشباب خاصة بين سن 14 سنة و25 سنة فإنهم يجعلون هؤلاء الناس قدوة والعجيب أن هؤلاء المشاهير جميع الناس يبحثون عن نسائهم كيف هم تخيل أنني أحيانا كنت أريد أن أبحث عن حبيب حبيب المصار الداغستاني المشهور حينما تكتب على جوجل حبيب جوجل يقترح عليك ويف يعني زوجة حبيب فأضغط عليه وأجد أن الملايين يبحثون عن زوجته ما ديرون من زوجته والرجل زوجته منتقبة ولا يظهرها إذن المسألة هو متاجرة بالنساء ولكن بطريقة غير مباشرة لكن الخطير في الأمر أن يدخل هذا إلى بلد المسلمين وأن تأتي هذه المرأة بكل زينتها وأين؟ في السعودية لو رجعت 20 سنة إلى الوراء كانت المرأة سواء كانت كافرها أو كانت مسلمة إذا أردت أن تدخل أراضي السعودية لابد أن تحتجب أو أن تنتقب أو حتى المناطق التي كانوا يسمحون فيها للكفار بالدخول كان يمنعون إذا لم يكن معهم عقد زواج كانوا يمنعون كانوا يدخلوا حتى الكفار لكن كانوا يمنعونهم من بعض الأماكن كانوا يفرضون عليهم أشياء الآن لا الآن يقدم هذا كقدوة وكأهم لاعب وأهم صفقة في التاريخ نعم أنا تقريبا هنا أتحدث مع الأطفال السعرار وتخيل أني أصبحت أعرف حتى اسم هذه المرأة التي تذهب من خلال هذه السعرار فلانا فعلت فلانا لبست تخيل من الذكور وليس من الإناط أصلا نعم الله مستعان نسى الله وهناك من بدأ يتشبه به يضع حلقة على أذنه مثل ما يفعله والعجب أنه في تلك الحلقة يوجد الصليب نعم نعم نسى الله العفو والعافية ربنا نجينا وعجي شبابنا وبناتنا وهذه يا أخي الآن المسؤولية على عاطق الأسرة يعني هذه المسألة أصبحت الآن الكرة في ملعب الأهالي التي يرى أولادهم يشتروا الفنيلة بتاعت هذا اللاعب أو يشجعوا أو مبسوطين أو كلام هذا جاءوا لكم بهذا الشخص لكي يلهو الشباب قال لك هنجيب لكم دلوقتي ممكن بكرة يجيب لك ميسي لما يصير لأن هذا رونالدو يقال أن شعبيته نزلت وأصبح حزيل يعني فهو يعني بعدما انتهى جايبينه بكرة يجيب لك ميسي وبكرة يجيب لك فلان وعلان وبالتالي يحولون اهتمامات الشباب إلى هذه الأشياء ويقول لهم شوفوا نحن جبن لكم الأوروبيين عندكم لحد عندكم وإن الله الشباب لا يريدون أن يدرسوا أنا مثلا أجد كثير من الأطفال يلعبون هنا في ملعب القرب أصبحت كثيرة هنا في المغرب تقريبا في كل مدينة تجد المئات منها لم يعود اهتمام بالدراسة هذا هو الهدف من أهداف كرة القدم والمغنيين نعم هذا أفضل وعلى فكرة الأمر ليس فقط في العرب على فكرة عشان نكون صارحين حتى في كوريا الجنوبية الكبار هناك يشتكون من فكرة انتشار اللي هو الشباب اللي جلسين اسمه الأغاني والأفلام والمستسلات الكورية وتأثرهم بالبيتي إس والأشاذي ويقولون لهم أنتم ستدمرون ما بنيناه وأصبحت فعلا كوريا الجنوبية تستورد عمال من من قلدش والهند وباكستان هذا على فكرة يعني أصبح هناك أجيال قادمة ستكون لا تحب العمل لا تريد الحرب لا تريد لا عندها أي ولا ولا انتماء فهم علي ولذلك دولة زي الصين تقاتل من أجل الحفاظ على هذه النقطة فمنعوا المخنثين من الشاشات منعوا الألعاب منها الأشياء الإباحية والأمور هذه مع أن الصين دولة ملحدة ولكنها تبحث عن هوية وللأسف الشديد هذا ما يفقدها أولاء الحكام شكرا لك نعم أحسن أحسن الله إليك شزاكم بارك الله فيك شكرا لك أخي الكريم شكرا لأخي الكريم وشكرا لجميع المتصلين إحنا قربنا على الساعة فآخر اتصال أو قبل الأخير معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أحب بس أن أضيف نقطة على الكلمة التي قال الأخ قبي مني من مغرب قال الشباب حتى أنهم أصبحوا مقبولين حتى على الزواج حتى يعني روراندو صديقته عشقته على السعودية فهذا يعني في رأيي أنهم يريدون أن يفتحوا هذا الباب صراحة والطريقة الوحيدة طريقة الوحيدة هم أن هذا يعني يعني من المنطق بعد هذا بعد هذا الاستقبال أن أي شاب حيحاول أنه يعني أنتم جبتوننا واحد يعني جبتوا مع شقصه شو المانع يعني عن النفس الشي صحيح فهذا باب خطير باب خطير فتحوا عليهم هذا الباب فتحوه قصدا أو غير قصد الله أعلم الله يعلم الغيب الثاني أنهم دائما مراهنون على يعني أنا من لندن فيأتوا على الكلابات التبعة للكورة الكورة القدم الفاشلة ويرهنون عليها يعني كأنهم عندهم فلوس ما عندهم شي يعملوا بها صحيح بس يراهن على الأشياء الخاسرة السعودية ستشترط فريق وقطر ستشترط فريق باريس سان جرمان وهذه الفرق كلها كانت قد أوشكت على الإفلاس وهم الذين أنقذوها خصوصا الأموال القطرية السفاهة اللي فعلوها وراحوا واشتروا لعبين برضو بنفس القصة يعني على فكرة كلهم شغالين في هذا والإمارات تبحث عن فرق عشان تشتريها عشان يدخلوا هذا الموضوع عشان يبين نفسهم النوم كول بأموال المسلمين مليارات يا جماعة عارفين الفريق تشتري فريق بكل الملاعب والأمور هذه مليارات الدولارات تدفع لهؤلاء والشباب لا يجدون زوجة ولا يجدون منزل وكثير من الأهال يبحثون عن أموال لسداد فواتير آخر الشهر ثم يتحدث زي القوانين زي القوانين التي تصاعد للزواج نعم وتعقيد الزواج وتعقيد الزواج وإدخال الشباب في مسألة صعبة نسأل الله العفو والعافية ربنا نتقم منها ونفس الشيء وقعت أسفل هذا رولاندو أنه الآن هو مكتئب يعني بعد هذا رفعه يعني اكتئاب خلاص كانت في مقابلة مع مورغن أو مع بيرز مورغن كان يقول أنه هو في حالة اكتئاب وحتى لما سألوا أنا أذهب للسعودية حتى أنه نفع ليش الآن بس نعم قال أنا مش ممكن أنا مش عاوز أروح في النوادي ينتهي مشواري بنوادي في مش عارف كذا وكذا وذكر منها تقريبا قطر والسعودية حاجة زي كده استهزأ منه نعم والآن أتى لأنه خلاص أصبح اكسبايرد زي ما بيقوله معك شلو لازمة والله والله مش موليك سفارد وبعد الأموال اللي أخذ يعني بصراحة يعني اللهم سعان اللهم سعان شكرا لك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أريد أن أتحدى سالم الطويل وأن أوجه رسالة لسالم الطويل والشيوخ السلاطين الذين يدافعون عنها للحكام ويهاجمون الشيوخ الذين يسدنون من أجل كلمة الحق ولي أمر السعودية يسمح الآن علنا بعلاقة محرمة مخالفة للشريعة الإسلامية ومخالفة للقانون الوضعي الذي وضعوه من أجل تنحية الشريعة الإسلامية فهل تستطيع يا سالم الطويل أن تعلق على هذا الأمر المنكر الكبير الذي يضر آلاف وملايين الشباب في بلاد الحرمين وخارج بلاد الحرمين أم أنت مشغول بأنه فلان سروري ولا مش سروري هذا سؤالي وأتحدي له معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحديكم حضرتكم أميها من دولة الخصة بسيم النمسا آه تفضل ولكننا لدينا موضوع محدد واضح أن أنت عندك مشاركة في موضوع سلسلة المسلمون في الغرب صح؟ لا لا نفس الموضوع نفس الموضوع لاعب هذا لأنني أصلا أنا مواليد السعودية مواليد مكة برضو ما شاء الله وللأسف في 2018 ضيقوا علينا نعم في 2018 ضيقوا علينا وطلقنا نطلع فهذا الموضوع مضيقني بصراحة يعني أنتو تخرجوا واحدا ولد عندكم وعاشوا وسطيكم وفي نفس الوقت تجيبوا واحد يعني ألاف في هذه المبالغ والله ألاف أخي ألاف الشباب والله يعيشون في أوروبا لما بعد تتفرق على بعض الشباب العشين في أوروبا في وسط الكلام يقول لك أنا من موالدي السعودية ولكن والله ما جاءت هنا إلا لما كذا فأصبح الآن واضح أنه سبحان الله يعني كثير ألاف وربما ملايين الشباب اللي ولدوا في هذه البلاد أصبحوا يعني يضطرون إلى السفر إلى بلد أخرى بينما هذا الشخص يأتي ويأتي تأتي معهم امرأة ليست زوجته بالمخالفة للشريعة الإسلامية والمخالفة للقوانين حتى الوضع أقول لك مخالفة لأعراف وثقافة حتى الناس العام اللي هم نعتبر أنهم مثلا مش متدينين هذا الغير مقبول كيف يسمح به والله يا أخي الموضوع مؤسف من عدة نواحي أول حاجة بالشكر تدوم النعم مش هكذا تشكروا الفلوس اللي أربي أكرمكم فيها يا أهل الخليج طبعا بشكل عام لأننا اللي شايفينه شي صعب وشي ثاني تخيل أنا طبعا كنت في الكامب سجلت لجوء الكامب مليان مواليد الخليج صاروا حتى أكثر من الحربين من الحرب في سوريا أو في اليمن أو في الأمانة دعونا نتفق أنه ليس هذا هو البديل صراحة بس مش مهم مش موضوع الحلقة النهاردة خليك على موضوع رونالدو صحيح صحيح على هذا الموضوع فالموضوع ما فيه أن الواحد شعوره أصلا صعب جدا فهذا أنك أنت تطلع من بلدك بلد الإسلام وكذا مكان الولد فيه بس عشان تجيب واحد في النهاية هذه ممكن تكون من أموال نحن ندفع إقامات وندفع ضرائب وندفع اللي علينا أو اللي قدامنا عشان نعيش بس يعني مجدد أن نحن نجدد لسنة واحدة ونعيش بينما هذا بيجي بالمصاري هذه أصلا تكفي للناس اللي عم تشتغل كلها أصلا نعم صحيح من جميع الجنسيات هذا شيء موصف بصراحة شفت النهاردة تغريدة لواحد على تويتر ثواني كذا أقول لك ماذا يقول فيها خليك معايا المبلغ اللي هو تصرف على هذا الموضوع كم يعني كم يؤدي يعني فالآن مثلا هنا يقول بالحرف الواحد لواني أن هذا الأمر راتب رونالدو هو راتب 6700 موظف لسنة كاملة براتب 10,000 ريال راتب رونالدو سبحان الله وراتب رونالدو يمكن به بناء حي كامل بالمرافق حوالي 2000 منزل راتب رونالدو يبني مستشفى كاملة متطورة بأحدث وأقوى المستلزمات الحديثة آخر ما توصل إليه العلم مستشفى يقصدها كل العالم إلى السعودية راتب رونالدو يبني 160 مدرسة بتجهيزاتها هذا راتب رونالدو 160 مدرسة بكل التجهيزات فليش والله شي صعب يعني وهذه كلها أصلا تأتي من العمال الناس اللي عم تدفع إقامات بالسنة والناس اللي عم تتعب وتشغى ومع هذا تحصل بعض الناس بالتعليقات وسواء حتى في تويتر بيقول لك من الأجانب أخذوا حقنا وأكلوا حقنا ومش عارف شو الآن رونالدو هيفا واهبي وعمر دياب اللي بيجي كل يوم الحفلة بمليون دولار وعمر كمال وشاكوش ومكوش وحمو بيكا ومزيكا ورقاصني يا جدع كل دول يا أخي ما أكلوا فلوسهم ولا أكلوا خيرهم ولا هم ما أكلوا والله يا أخي على فكرة الجماعة دول الوطنجية هم فئة خبيثة وصغيرة جدا في المجتمع السعود ستدخل لغالبية الشعب اللي بيزعل يعني إنه إحنا عم ندفع مصاري يعني عم نشتغل من عارق جميلنا وندفع فيها عشان جدد إقامة سنة واحدة وبنفس الوقت الناس اللي عم تقول إن إحنا أكلنا منهم المصاري هم بيروحوا ويدفعوا للناس النفس كريستيانو زي ما دفعوا في الحقل راح يحضر بس عشان يشوفوا نسأل العفو العفو نعم حفل الحضور اللي هزهر فيه رونالدو مع واحدة ليست زوجته أمام ألاف الشباب في الداخل وأملايين الشباب اللي تابعوا الفيديو على البث المباشر أو على التلفاز أو مسجل نسأل الله العفو العفو ربنا نجين آخر نسأل الله سبحانه وتعالى نجين وإياكم ومبارك الله فيكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاخذ آخر اتصال يا جماعة أنا بصراحة يعني خلاص عاوز أخذ آخر اتصال طيب SALAMА�ALEIKUM وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 15 أنت تفضلت وفصلت بما فيه الكفاية لكن هذا اللاعب رونالدو أولا هو مسيحي ومن المسيحيين نقول المنفتحين ليس الأرضو دوكس المتشددين في بعض المعتقادات فهو يعيش كما أسلفت مع مرأة لا تحل له بلا عقد زواج وهذا يعوج بين الشباب على أن المسألة عادية كما فعلها هذا مثلكم الأعلى وقدوتكم هذا رونالدو فالمسألة عندكم ستكون عادية بالنسبة للنشأ الصعيد فالمخططات الذين وراء رونالدو وغيرهم من اللاعبين والمشاهير هي مخططات تكون لسنوات ليس فقط يوم أو يومين فهم يخططون لسنوات مثلا 20 سنة أو 10 سنوات أو أكثر المسألة الخطيرة والتي يعوج لها بعض المتأسلمين من بني جلدتنا يقولون لك عساه يسلم يعني نفس العذر ونفس الشيء يفعلونه كما فعلوا مع قطر ربما يدخلوا الإسلام الكثيرون عن طريق تنظيم هذا الكأس يعني كل هذه الترهات صحيح صدقت لكن لنقول إذا كان هذا الأمر وهو أمر خبيث قد ينفع الأمة إذا أسلم هذا الرجل هم يبينوا عشان يسلم بالله هل هؤلاء يصدقون أن هؤلاء آتوا به حتى يسلم يدوا الأخير أهمهم الإسلام يا أخي الذي يدفع هذه المبالغ أخي مصطفى هذا ما تروج له المخابرات والأنظمة أنه ربما يسلم هل أسلمهم حتى يسلم هذا؟ هذه الأنظمة تحارب الإسلام فكيف بها تأتي بشخص ثم تروج له بهذه الطريقة ويعطونا للضعاف النفوس وهؤلاء المترددون قد يسلم يعني لا تجادل هذا إنسان خلوق وطيب ومتواضع وما إلى ذلك فهؤلاء السدج ينخذعون بهذه الأطروحات نعم نسأل الله العفو والعافية جزاك الله خيرا آمين آمين فقط يعني قلت لك هم من أجل تسهيل بعض الأشياء التي قد ستدمر لا محالة بهذا المجتمع السعودي بمجتمع الحمد لله ربنا ينجيهم هذه بلاد الجزيرة العربية مهد الإسلام فهم يريدون الاقتراب منها كما ذكر في الأحاديث أن الدجال لن يدخل مكة والمدينة فستطعوا أقدامه الأرض كلها إلا مكة والمدينة هذه من التسهيلات التي فيقومون بها فماذا علينا نحن هم لن يفلحوا لكن هناك ضحايا يسقطون يتساقطون نعم فنحن كمسلمون أو كمسلمين علينا أن ننشر الوعي كما تتقوم بها أخي مصطفى وجزاك الله خيرا عن ذلك علينا أن دائما نحقر من هذه الأفعال التي يقومون بها لابد أن نحاربهم بنفس السلاح يحاربونك بطرق احتيالية وفيها نوع من الضغوط النفسية فلابد أن تستعمل نفس السلاح الذي يحاربونك بها فترضى عليه لابد من استخدام هذه الاستهزاء والأشياء هذه وفتحينها نعم وهذا الكلام يا أخي الكريم سبحان الله هي أشياء معلومة من الدين بالضرورة لكن للأسف الآن مع هذا الواقع المرير أصبحنا نضطر أن نشرح للناس أن هذا الشيء محرم وهذا غلط وهذا كذا وهذا جريمة وقصة دي لكن إن شاء الله أنا عندي أمل كبير أن هذا الأمر وهذا الذي يخططون له سيفشل وإذا لم يفشل واستمروا على ذلك صدقني فهذا نذير شؤمي كبير على هذه البلاد نسأل الله العفو والعافية شكرا لك أخي وبرك الله فيكم شكرا لأخي الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبهذا الاتصال أختم هذا البث أنا تجاوزت تقريبا الساعة فأعتذر لكل الذين يتصلون علينا لأنه بصراحة أنا تجاوزت الساعة وكنت أخطط لساعة واحدة فقط أعدكم إن شاء الله بحلقات أخرى الليلة لقاء مفتوح الساعة تسعة بتوقيت مكة المكرمة تسعة بتوقيت مكة المكرمة لمن لم يشاركوا في هذا البث يشاركوا غدا بأي موضوعات الأخت التي عادت إلى المغرب الأخ اللي عنده مشاركة في موضوعات أخرى أهلا وسهلا بكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم على المشاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة شكراً لكم على المشاهدة